للأسف كما ذكرتم على جانب آخر يتواصل الحرب نحن إذن نتحدث هذا في هذه اللحظة لا زال الناس يقتلون في غزة للأسف الأطفال يقتلون وهذا الدم المراق لا أحد يوقفه منذ مدة طويلة هنا حماس لإيقاف هذه المجازر وبموقف محق دائما ما تولي أهمية لوقف إطلاق النار وتتحدث عن تبادل الرهائن كخطوة في هذا الإطار وهذا في الحقيقة تبادل الأسرى عملية تبادل الأسرى التي جرت حتى اليوم وإن تخلى له بعض الانتهاكات المتعمدة من إسرائيل إلى أنه تم الحفاظ على بعض المكتسبات في هذا الإطار لكن في نتيجة الأمر وقف إطلاق النار يعطي الناس فرصة ليلتقطوا أنفسهم كل لحظة فيها وقف إطلاق النار نعتبرها مرسبا للإنسانية لكن الأساس هنا هو وقف إطلاق النار الدائم طالب حماس الأولي هو هذا باعتباره مرحلة أولية ثم انسحاب القوات المحتلة من غزة لأن إسرائيل لا حق لها في غزة ولا في شبر من غزة وكذلك في فلسطين كلها انهي إلى احتلال دوات قامت بالاحتلال ووسعت نطاق احتلالها بقتل الناس وبهتم منازلهم استحوذت على هذه الأراضي دون ما وجه حق هي منظومة احتلت وهكذا تولت حماس تقول الآتي غزة هي القلعة الأخيرة القلعة الأهم والدفاع عن هنا سيتواصل حتى آخر نفس وحتى آخر نفر حماس يقولون نحن مستعدنا للجهاد والاستشهاد هنا صلينا وودعنا أهلنا وخرجنا بأكفاننا ولن نترك أرضنا ذلك ما تقوله حماس إسرائيل تلاحظ روح المقاومة هذه إسرائيل وأمريكا كانت حساباتهم بتالي لو دخلنا فلسطين فإننا يمكننا خلال أسبوعين أن نستحوذ على تلك المناطق بالقصف إذ يخلي أهد تلك البلاد أراضيهم لكن هذا لم يحدث هناك شعب متأهب شعب أفراده كالأسود لم يتركوا أراضيهم وإسرائيل لم تزلمون ذلك اليوم تغرق في الأوحال والمستنقعات والدول الغربية أيضا كذلك بالبث الذي قامت به تيرتا عربي والقنوات الأخرى العالم باتوا يرون الحقيقة وإسرائيل باتت في معزل عن العالم وباتت تأخذ حالة من العزلة نتنياهو يتحدث عن تبادل الرهائن ولماذا؟ لأن هناك ضغط كبير من المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو ليحقق التبادل الأسرة ولماذا لا تتدخل في هذا سأتي على ذكر هذه الجزئة المتعلقة بالضغط الإسرائيلي على نتنياهو خاصة الشعبي منه ولكن دعنا نتحدث سيد جوشكوم بخصوص متابعة تركيا الآن لتطورات هذه الأوضاع تركيا ومنذ البداية هذه الحرب كانت تتابع ومن كثب هذه التطورات وصولا طبعا إلى مشاركتها في يعني ما يتعلق بالمفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة طبعا بالتوازي مع جهود قطرية ومصرية هذا تجلى في الاتصال الهاتفي لوزير الخارجية تركي هاكان في دان مع وزير الخارجية رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعمت فيه تركيا أي طرح لوقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة نتحدث عن أهمية هذا الدور التركي بالتوازي طبعا مع دورين هما المصري والقطري وحتى الأمريكي بهذه الجهود بكل تأكيد تركيا دولة تهتم بين دول العالم الإسلامي تركيا دولة ذات موقع مهم جدا في المنطقة وفي العالم وبين دول العالم الإسلامي تركيا مطالبها باسم فلسطين هي الآتي وقف إطلاق النار عاجل دون ما نقاش ودون ما أخذ ورد ووقف إطلاق النار هذا يجب أن يكون دائما المادة الثانية هي حل الدولتين المادة الثالثة هي المادة الثالث في حل الدولتين تشكيل إرادة فلسطينية على رأس فلسطين وأن تكون هناك إدارة فلسطينية تمثل فلسطين وتمثل الإرادة الفلسطينية ما السبيل إلى هذا؟ وسؤال الشعب تلجأون إلى الصناديق تقولون من تريدون أن يحكمكم أو يتولى إدارة البلاد هناك الناس هناك يرابون في أن يروا هنية على رأس هذه الإدارة لماذا؟ وإن كنا نرى حماس قوة عسكرية بحتة إلى أن في الحقيقة تشكل سياسي حركة فتح وحماس كانت لاعبين وخصمين سياسيين حماس مع السنوات باتت شعبية وبين الشعب أكثر بكثير الحماس قد كسبت الانتخابات لكن العصابة الدولية أعاقت أعمالها رأوا أن محمود عباس غلب السياسين فقطعوا طريق أمام حماس تركيا اليوم ماذا تقول؟ تقول أنا أوافق على حل الدولتين وأقبل بحل الدولتين لكن تكون هناك إدارة تمثل الأشعب أمريكا ماذا تقول؟ تقول ليأتي من يؤيدي أو ليأتي محمود عباس أو ليأتي هذا الطرف أمريكا ترغب في مخططة تفرضه لكن تكيلا تقبل بهذا تماما سيد جاشكون أنت تحدثت عن عدة أمور هامة جدا وطرحت مسألة هذا الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس ولربما هذا الخلاف تلاشى الآن في ظل تداعية الحرب على قطاع غزة التي نتمنى أن تكون قد وحدت الصف الفلسطيني لأنها أكدت على أن المصير الفلسطيني واحد في ظل مواجهة آلية العدو الإسرائيلي لأن السلطة الفلسطينية أيضا باتت تعاني من هذه التبعات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ظل أيضا ما تفضلت به بخصوص هذا الطرح الدولي الآن والأمريكي لمفهوم قيام دولة فلسطينية يجب أن تكون فيها جميع الأطراف الفلسطينية شريكة في هذا المكون كيف من الممكن أن تكون سيد جوشكون حركة حماس شريك في هذا الجسم الفلسطيني المرتقب في ظل ربما بعض تناقضات دولية طالت الموقف من حركة حماس بكل تأكيد الآن بعض دول العالم بشكل متعمد تصرح بأنها ترى حماس منظمة إرابية هذا ليس صحيحا البتة حماس حزب سياسي حماس يوجد لديها كتائب القسام وهي جيش فلسطين الرسمي جيش فلسطين وحماس بردات فعلها هذه التي أعربت عنها أكدت على أنها صاحبة أرض وعلى أنها ستدافع عن هذا وأنها ستقوم وقاومت ونضعت في مكافحة وفي مواجهة هذا العدوان وفي مواجهة هذا الاحتلال ما من دولة أو شعب استطاع صمودة كمثل صمود القسام أمريكا تقول سنصفي حماس أنتم تقولون حماس إذا كنتم تقولون هذا هل ستصفون كل فلسطين حماس كيف ستفرقون بين أفراد اذهبوا إلى فلسطين ومدوا بالمايكروفون ومكبر الصوت إلى الناس واسألوهم كل سيقول أنا من القسام أو أنا أؤيد القسام فمن ثم القسام هي واقع وحقيقة عليكم أن تقبلوا بها إن كنتم صادقين في رغبتكم في تحقيق سلام دائم السيد فيدان له تصريح كان مهما جدا هذا الموقف الحالي سيستفر عن حرب عظيمة جدا أو سلام دائم طويل الأمر هنا أن الغرب لا يقبل الحقائق حماس يجب أن تسلم إليها نتائج الانتخابات وأن يتم تشكيل هذه الانتخابات وأن يكون نية أن يعترف بها نية وأن يعترف بالطرف الذي يكسب في الانتخابات ممثل الشرعية عن الشعب الفلسطيني وما تبع ذلك تتناولون هذه المسائل وما سوى ذلك فلا يمكن أي حل آخر يحقق سلاما دائما لكن الجناح الأمريكي والإسرائيلي يرغب في إدارة على هيئة وعلى غرار محمود عباس هذا أمر أكثر ما تدافع عنه أمريكا لماذا أمريكا؟ لأن أمريكا رأت بوضوح أنها لا يمكن أن تصل إلى مبتغاها بالقتل والقصف حاولت هذا كثيرا في العديد من بلاد العالم لكنها لم تنجح الرأي العالمي يعلم وجه أمريكا وذلك أمريكا باتت تلجأ إلى حل تحاول أن تلجأ حدث سرميا تماما ولربما المصالح هي أيضا ما يحكم هذه التحركات ولربما من مصلحة الولايات المتحدة وفي هذا الظرف يعني إحلال السلام علما بأنه في انتخابات أمريكية مرتقبة سيد جوشكون ولكن عطفا على جولة بلينكين في المنطقة وهي الجولة الخامسة الآن ولربما تأتي في سياقات أو معطيات متغيرة عن سابقاتها بلينكين طلب خلال هذه الزيارة إلى تل أبيب بإجراء لقاء ثنائي مع هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذا الطلب يبدو استثنائيا وغير اعتياديا هل ترى الآن بأنه بالفعل في محاولات أمريكية حقيقية لتطويق الصراع في قطاع غزة حتى لا يتسع إلى صراع إقليم في المنطقة لأمريكا التالي كنت قلت قبل أن أمريكا لجأت إلى المخطط باء المخطط باء هو تحميل المسؤولية كلها لنتنياه وتعليقها على شماعة نهية نتنياه وتصفيته تصفيت نتنياه سياسيا وهكذا تكون قد لماعت من صورتها أمام النسبة باتبارها رسول السلام والطريق الوحيدة إلى هذا هي حل الدولتين لكن إرادة سياسية أو إدارة سياسية تكون في إطار أمريكا ولا تخرج عن طاق أمريكا القوة الدولية هذا أمر كثير ما يتحدث عنه هذا أمر خطير جدا يقولون سنوقف الدم المراق في غزة لكن يجب أن تثب إلى هناك قوة دولية ويجب أن تحق هذه القوة السلام في المنطقة وتحل السلام وأن تحل النزاعات باشتباكات أقل حد ماذا يعني هذا؟ هذا يعني استهداف قادة حماس وقادة أرأي هناك بعملية نوعية ماذا تغرب أمريكا تغرب في إبادة أو تصفية القيادة السياسية ومن ثم إلهاء الشعب بمكاسب برعية غير مهمة